أعلنت سامسونج عن هاتف جالكسي A51 نسخة 5G بسعر متوسط فماذا عن المواصفات؟ دعونا نرى تصميم الهاتف عصري وأنيق شاشة بحواف شبه منعدمة وكاميرا أمامية على شكل ثقب صغير يتبسط أعلى الهاتف سماعة المكالمات في الحفة العلوية للهاتف مع مستشعر بصمة أسفل الشاشة ظهر الهاتف بلاستيكي ومن خلاله يمكنك التمييز بين نسخة 5G والنسخة العادية من الهاتف فنسخة 5G تحمل خطا أفقيا في المنتصف تجزئ الظهر إلى جزء علوي لامع عكس الجزء السفلي مع أربع كاميرات موضوعة ضمن إطار على شكل مستطيل أعلى يسار الظهر مما قد لا يروق لمجموعة كبيرة من المستخدمين على اليمين نجد زر Power وأزرار خفض ورفع الصوت الهاتف يأتي مع منفذ شحن Type-C ومنفذ سماعات 3.5 مليمتر طول الهاتف 15.89 سنتيمتر مع عرض 7.36 سنتيمتر وسمك 8.7 مليمتر ويزن 187 جرام واجهة الهاتف تسيطر عليها شاشة كبيرة بنسبة 87.2% من نوع OLED بمقاس 6.5 إنش وأبعاد 20 إلى 9 بجودة Full HD Plus وبدقة 1080 في 2400 بيكسل موزعة بكثافة 405 بيكسل لكل إنش ولحماية الشاشة تم وضع طبقة من نوع Gorilla Glass 3 لا يختلف اثنان على أن تجربة استخدامك للشاشة ستكون رائعة وممتعة لكن يفضل عدم الاعتماد على طبقة الحماية الموجودة على الهاتف وتركيب واحدة خارجية الأخرى من ناحية العتاد يأتي Galaxy A51 نسخة 5G بمعالج Extenus 980 ثماني نوع بمعمارية 8 نانومتر نواتين بتردد 2.2 جيجا هيرتز وست أنوية بتردد 1.8 جيجا هيرتز معالج سيقدم لك سرعة وسلاسة استخدام كبيرة أثناء التنقل بين التطبيقات باستخدام واجهة أندرويد الجديدة One UI 2 مع أندرويد 10 كما ستتمكن من تشغيل الألعاب الثقيلة على أعلى إعدادات بدون تشرنجات بمساعدة معالج رسوميات Mali-G76 MP5 الهاتف يقدم لك خيارين من حجم الرام 6 أو 8 جيجا بايت ومهما كان خيارك فإنك ستحصل على ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت مع إمكانية توسيعها بذاكرة خارجية أما بالنسبة للكاميرات فالهاتف يقدم كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 وكاميرا ألترو وايد بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 للتصوير بزاوية واسعة بالإضافة إلى كاميرا ماكرو 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وأخيرا عدسة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة 2.2 مخصصة للعزل عن الخلفية عند التقاط الصور من الواضح أن الهاتف سيقدم لك صورا رائعة بالكاميرا فقد كنا نتمنى لو كانت فتحة العدسة الرئيسية أكبر قليلا لالتقاط صور ليلية واضحة أكثر غير هذا فوحدة الكاميرات متكاملة وتقدم لك خيارات متعددة وهذا أمر جيد بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 تمكنك من التقاط صور سيلفي مميزة وواضحة بطارية الهاتف كبيرة بساعة 4500 ميلي أمبير تدعم شحن سريع بقدرة 15 وط جالاكسي A51 نسخة 5G متوفر بأربع ألوان مميزة وشبابية الأسود، الأبيض، الأزرق والوردي دون أي معلومات حول موعد توفره في أسواق العالم العربي ومن المتوقع أن يبدأ سعره من 500 دولار أمريكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة